شهد قطاع الزراعة طفرة غير مسبوقة خلال العام الماضي نظرا لما تمثله الزراعة من أهمية خاصة في دعم منظومة الأمن الغذائي بصورة مباشرة وستهدفت النهضة تحقيق تنمية متوازنة واحتوائية ويتمثل هذا الدعم في زيادة الاستثمارات الحكومية الموجهة إلى قطاع الزراعة وتنفيذ العديد من المشروعات الزراعية القومية الكبرى المزيد تستعرضه الزميلة ميرن إيهاب أهلا بكم شهد القطاع الزراعي خلال عام 2023 إنجازات متميزة أسهمت في تعزيز الأمن الغذائي المصري ومكنت الدولة من مواجهة التغيرات المناخية التي ضربت العالم ونقص سلسل الإمداد والتوريد بسبب الأزمات العالمية المتلاحقة استراتيجية شاملة للتنمية الزراعية المستدامة أطلقتها الدولة ضمن رؤية مصر 2030 من أجل الحفاظ على الموارد الاقتصادية الزراعية المتاحة وتنميتها وتحقيق الأمن الغذائي وتدعيم القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية في الأسواق المحلية والدولية الحكومة اعتمد تنفيذ عدد من المشروعات القومية العملاقة وعلى رأسها محور التوسع الأفقية في الأراضي الجديدة باعتباره من أهم المحاور لتدعيم سياسة الاكتفاء الذاتي وتقليل الفجوة الغذائية والتي استهدفت استصلاح الصحراء لزيادة الرقعة الزراعية بأكثر من ثلاثة ونصف مليون فدان الدولة أطلقت العديد من المشروعات القومية في مجال الزراعة من أهمها تشكل خير بمساحة تزيد عن مليون فدان بالإضافة لمشروع الدلت الجديد العملاق بمساحة تزيد عن مليونية فدان ومشروع تنمية شمال ووسط سيناء بمساحة تقدر ب456 ألف فدان ومشروع تنمية الريف المصرية بمساحة واحد ونصف مليون فدان الجهود الحكومية أيضا أسفرت عن زيادة الصادرات الزراعية حيث أصبح هناك 405 سلع زراعية تغزو 160 سوقا على مستوى العالم وهو الأمر الذي سهم بشكل كبير في استعادة مصر ريادتها فيما يتعلق بالمحاصيل الزراعية التي تتوافق مع أحدث المقيس العالمية الدولة اتخذت أيضا إجراءات أكثر حزما لتأمين المخزون من السلع الاستراتيجية من خلال التوسع في ساعات التغزينية وذلك من خلال المشروع القومي للصوامع الذي بلغت قدرته التغزينية أكثر من 5.5 من 10 مليون طن كما تم تنويع الشركاء التجاريين عبر التوسع في مناشئ استراد المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والذرة والمحاصيل الزيتية وهو الأمر الذي مكن الدولة من تلبية احتياجاتها وبناء احتياطات استراتيجية لفترة أطول إنجازات عديدة تحققت في مجال الزراعة والاستصلاح الأراضي خلال عام 2023 وهو ما لعب دورا هاما في تعزيز الاكتفاء الذاتي وزيادة الصادرات وتقليل الاستراد ترجمة نانسي قنقر